أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري جاء الفرج هذه حكاية صالح الصماد حينما طلب منه آداء اليمين اللاد السورية في مقر مليلس النواب اقسموا على النظام الجمهوري ورعاية مصالح الناس وكأن من أسقط النظام الجمهوري في سبتمبر عام 2014 لم تكن ميليشياته القادمة من صعدة أو كأنها رعت مصالح الناس خلال سنة ونصف منذ الانقلاب وقد أوصلوا معدل الفقر فيها إلى 85% لم يكن يتوقع الجمهوريون أن أردأ فصل من فصول الكوميديا السوداء سيتم تحت قبة البرلمان وبدل أن يشير هذا الرمز الدستوري إلى شرعية الدولة وتقديس نظامها ذهب إلى محاولة شرعنة الانقلاب وقف المخلوع صالح ليبارك السقوط الأخير لفكرة الدولة ورمزيتها في أذهان ووجدان اليمنيين تلك الدولة التي خلعته في الحادي عشر من فبراير وأجبرته على تسليم السلطة تعمد إهانتها وتلطيخ العالم الجمهوري ليتم تبادله بطريقة فجة بين من أسقط العلم والجمهورية معظم دول العالم نددت بما يسمى بالمجلس السياسي كان آخرها وزارة الخارجية البريطانية التي قالت إن التحركات الأخيرة للانقلابيين غير شرعية وتعتبر تحديا للدستور ولجهود الأمم المتحدة لم يرحب بمجلس الانقلابيين سوى الخارجية الإيرانية كالعادة فبدت وتبدو دائما المساند الوحيد لهذه التحركات منذ الإنقلاب وما يكشف المكشوفة من تبعية الانقلابيين للمشروع الإيراني في المنطقة تأتي خطوة الانقلابيين هذه في محاولة لإنعاش الانقلاب الذي يترنح على وشك السقوط فالوضع الاقتصادي على حافة الهاوية بسبب عبث الانقلابين بالمال العام ناهيكا عن بدء سماعهم لأصوات مدافع الجيش الوطني والمقاومة يدقون البوابة الشرقية لأمانة العاصمة وقال مراقبون إن التحركات العسكرية هذه المرة تبدو أكثر جدية لا سيما مع قدوم نائب الرئيس وإشرافه المباشر على سير المعارك إذن تبدو تصرفات الانقلابين العبثية كمن يغرد خارج السربة فبينما تصل قذايف المقاومة إلى صرف في بني حشيش يصر الانقلابيون على المكابرة بمصير اليمن دون تحمل أدنى مسؤولية تجاه من يعيشون تحت سيطرة ميليشياتهم واتجاه ما تبقى من مؤسسات الدولة يتبادلون أشلاء الدولة ويعبثون برمزيتها الشرعية وطيرها الجمهوري في الوقت الذي لا ترقى فيه الضغوط الدولية إلى مستوى إجبارهم على تنفيذ القرار الأممي والقبول باتفاق السلام ما يجعل الأفق منحصرا في الخيار العسكري كخيار أخير لاستعادة الدولة بعد أن فشلت كل الجولات التفاوضية